ما نريد نكون احنا السبب اللي يدخل البلد بكارثة اقوى اكبر وهو في غنى عنها في منصات التواصل الاجتماعي تأكل عدوى التفاعل والغضب الطلابي الواسع صفحات العراقيين عبر تويتر وفيسبوك حيث تتعالى الاصوات المطالبة بضرورة تأجيل الامتحانات المدرسية الى حين حصر انتشار كورونا الوسم الاكثر فعالية في منصة تويتر تحت عنوان احسموا امرنا التأجيل مطلبنا يكشف عن خوف شديد بين اولياء الامور والطلب انفسهم والخطورة الاكثر توقعا تتمثل في عدم تطبيق الاجراءة الوقائية من الفيروس الخطير نطلب مننا مرواجكم ما تمتحنوهم هذا المرض خطير انا مريضة وما شو وما عدي غيرها وخاف تتمرى وزارة التربية والتعليم تنشر اخبارها الرسمية مؤكدة اجراء الامتحانات بجداول مخصصة لمواعيدها وفي مواقعها المحددة في الكليات والمعاهد نهج تخطوه الوزارة تطبيقا لمبدأ خطورة تأجيل التعليم الاجراءات المتبعة في الوزارة بحسبها تتمثل بالتعاون مع الصحة والدفاع المدني لتعفير المراكز الامتحانية للمرحلة الاعدادية المسافة بين طالب واخر لا تقل عن متر واحد لتطبيق التباعد الجسدي شرط اساسي تطمئن به الوزارة الطلبة ودويهم لكن في المقابل فان مطالب شعبية وعشائرية ونقابية تدعو الى تأجيل امتحانات البكالوريا ومراعاة الظروف الصحية ويبقى القراران امام الطلبة اما اعتبار السنة الحالية سنة عدم رسوب للذين لا يرغبون باداء الامتحانات وهو ما صرح به المكتب الاهلمي للوزارة او ان يتم تقديم الامتحانات والالتزام بالاجراءات الصحية اشتركوا في القناة